وقيمة بطولة اللياقة البدنية الأقوى في عمان والتي تهدف لإحداث نقلة نوعية على ساحة اللياقة البدنية في الأردن من خلال التركيز على الترويج للحياة الصحية والنشيطة وروح الجماعة والتي تعتبر متاحة للجميع نحكي أكثر معنا مؤسس هذه البطولة أمين عطالله مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أمين أهلا فيك شكرا بارك يعني فكرة كتير حلوة فكرة كتير غريبة وصعبة يعني كلها تحديات بالبداية إذا بتحكي لنا كيف إجت فكرة تأسيس هاي البطولة كيف هيك فكرت هاي البطولة إحنا بلشنا فيها بعام 2014 كانت هي أول سنة من قيم فيها هاي البطولة طبعا كانت على سكيل أصغر من السكيل اللي أنت هلأ شفتيه صراحة الفكرة الرئيسية بلشت أنه اليوم الناس تحكي عن حالها أنه مثلا عندها لياقة وأن الفتن السباحة منيح بس ما في مقياس يعني اليوم أنت كأي رياضة تانية زي الإسباحة أو الركض الواحد اللي ما يحكي عن حاله سريع بالناية فيه رقم بفرجية إذا هو سريع ولا بطير اللياقة من جديد صار إلها مقاييس معينة مشان واحد يختبرها ويشوف لياقته هل هي اللياقة منيحة ولا بده يشغل أكتر فكان الهدف الرئيسي أنه نحدد الليفل اللياقة للناس ويشوفه مستوهم طب شو هي المقاييسة اللي بتحددوا على أساسها مستوى اللياقة عند البناء أهلا اليوم بالناحية التستات هو فيه كتير تستات منها السرعة منها التحمل منها القوة منها التحكم بالبودي ويت موفمينز زي الكالسينيكس والجمناسيك موفمينز ففيه عدة عناصر إحنا بـ A.O.F.T. هاي السين ركزنا على عنصرين اللي هو التحمل والقوة حلو تحمل والقوة يمكن الناس ما بتفرق بين إيش هو التحمل وإيش هي القوة فإذا بتشرح لنا عن التنين التحمل هو خلنا نحكي الاندورنس أو الاربك كباسيتي يعني هي الكفاءة أو القدرة على الإنسان على عمل تدريبات لمدة طويلة زي الركض أو زي الاسكيليت أو زي الإسباحة لوقت طويل هاي منسميه احنا التحمل حلو القوة زي رفع الأوزان تمسكي أوبجيكس أو مثلا أوزان وتيمشي فيها إحنا كان بالبطول هاي السنة في إيش اسمه فارمر كري تمسكي وزنين عيديك يمين وشمال وبتركضي فيهم أو بتحطي لوغ اللي هو عبارة عن لوح خشب وزنه خمسين كيلو تمشي في إنتي والبارتنر تبعك لمدة كيلو كامل فاعتمدنا على تدربات القوة على هدول التدريبين وعا تدريب الددلفت اللي هو تمسكي بار ترفعيه لعند خسرك وتنزليه على الأرض فهدول هم التدربات القوة كانت لهاي السنة حلو يعني مثل هيك تحديات كمان بدها قوة جسدية بالأبر بادي وباللور بادي طبعا يعني في ناس يمكن بتخيل إنه ممكن يكون الجزء العلوي من جسمهم أقوى صح هلأ التست كيف بيصير؟ هلأ أنت اليوم ممكن تجيبي واحد بس بركد بيكون عبارة عن بركد مراثونات أو تحمل هذا أكيد عنده لياقة عالية بس هو بس يتميز في الركض اليوم لو جبتي نفس هذا الشخص وخلتي يرفع أوزان أو يحمل ددلفت أو يعمل تدريبات معينة تتطلب قوة ممكن يفشل فيها مش أنه بس متخصص بإشي واحد الهدف من اللياقة البدنية هو يكون إنسان متكامل يتميز في قوة وفي التحمل فالتدريب اللي احنا عملنا بهذه البطولة لو واحد كان كتير سريع بالجري أو تدريبات التحمل مش شرط هو اللي يفوز لازم يكون متوازن ما بين تحمل وما بين قوة ما بين قوة طيب الأهداف الرئيسية اللي دفعتك إنك تفكر بهيك فكرة وتنفذها وتنظم هاي البطولة أنا بأأمن بشغلي أنا كنت بالأصل سباح كنت سباح في المنتخب الوطني فدعم بشوف إنه أي رياضة لتكبر لازم يكون فيه فعليات لازم يكون فيه إفنت معينة لتخلي هاي رياضة كبار والناس تقدر تحضرها وتتشجع إنها تمارسها فاللياقة ما كان فيه أي فعليات خلينا نحكي قبل عشر سنين فأنا قررت أن أكون أنا أول شخص بأعمل فعالية رياضية بهدف إنه الناس تتشجع أكتر لللياقة وتشوف إنه اللياقة هي إشي أساسي لكل الرياضات أنت اليوم كلاعبة سباحة ولا كلاعبة سلة ولا لعبة قدم دائماً بيحكوا اللياقة 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 فهي كانت زي تست مشى الناس يعرف شو مستوى اللياقتها طيب أبل ما أحكي عن البطولة ومكان إقامتها عم تحكي أنت بشكل رئيسي إنه هذا التحدي أو هاي البطولة فقط لللاعبين والرياضيين أم أنتوا كمان بتستهدفوا فئات أخرى لحتى إنها أنت تشجعها إنها ترفع من لياقتها البدنية وتشارك في هايك تحديات البطولة لكل حدا هي مش بس للرياضيين نحن اليوم كان عندنا تقريباً 50% من المشاركين هما مش رياضيين سابقين ولا اشه هما ناس بلعبوا بالجيم في ناس بلعبوا كارستينكس في ناس بلعبوا كروسفيد في ناس بلعبوا بالجمات العادية الودي بيلدينك كل معظم الناس يجعوا شاركوا عشان يختبروا للاقتهم في هاي للجميع ولجميع الأعمار احنا بلشنا من عمر 16 سنة وعنا ماسترز 35 بلس فأي حد بقدر شارك في هاي البطولة وهي مستويات البطولة؟ طبعاً في عنا إيش يسموه الهواء وفي عنا إيش يسمو الهواء الـRX أو البروفيشنالز ففي عنا ليبلين البروفيشنالز بيكون الوركاوت أصعب الأوزان أتقل والمسافات أطول الهواء أو الانترميديت بيكون أخف وأسهل لكل الجميع وطبعاً كل مستوى فيه له تحديات معينة بتضمنها لازم تخلص من أولها لآخرها طبعاً تأحكي لنا بشكل عام عن التحديات اللي بتكون موجودة في المستويات كل سنة بيكون التحدي مختلف من شأننا ما بنا نعود الناس على سيستم معين فإحنا كل سنة بنغير التحدي من نزل الوركاوت قبل بشهرين بنخلي الناس تتدرب لإله بس الفكرة بتكون مثلاً هاي السنة كان عندنا تدريب أول إش جري بوركد وتدريب على مسافة 750 متر بعدين بيكون عندنا تدريبة هو روينغ التجديف بعدين بيكون هنا تدريب جري بأسمع أوزان بتكونوا ماسكي أوزان بتركضي فيها بعدين برجعوا بعملوا تدريب اسمه البيربيز بتعملي تنزيل الأرض وتتنطي على البوكس وتنزيل على الجهة الثانية بعدين برجعوا بعملوا جري بعدين بعملوا دادلفت بعدين بعملوا جري بوجود لوحة خشب يحملوه بعدين آخر إشي بيكون فيه اللي هو الول بولس تعملي سكواد ترمي الطابة أنا تعبت على الحكي كيف لو بدي أجرب البطولة عم تعملوها بالقلعة بمنطقة وادي الشتاء شو سبب اختيار هذا الموقع وكيف بيعزز من تجربة المشاركين؟ صراحة الموقع هو يعني خلان نحكيه جداً يعني متميز بأنه عاشك الجبل فيه كله شجر موقع خارجي الناس اليوم معظمنا يعني خلان نحكيه أهل عمان متعودين على أماكن مغلقة من كان بريبيوت أو بالجمات فإعنا قراراً نطلع من هذا الاشي ما نعمل الإفنت جوه جيم أو جوه إشي مغلق نعملها جوه إشي مفتوح بهدف برضو نواعي الناس أن اليوم الواحد أزم برضو بحياتهم ما يدلوش دائماً محشور بشغلات مغلقة بالعكس يطلع يعمل هايكين يطلع 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 يركض في الأوت دور مشان هذا الشغل كثير بتفيده منتالي وفيزيكلي فاخترنا هذا المكان لهذا السبب وبرضو إنه المكان متميز بوجود طلعات ونزلات شغلات ممكن الواحد ما يكون متعود عليها بشكل دائم فبدنا إشي يحنا يكون مختلف للناس من العالم وطلعاته ونزلاته مخيفة أنا إجيت قبل سنتين على هذا الحدث وكان جد بده لياقك كتير عالية طيب شو أهم من العناصر اللي لازم الرياضيين أو المشاركين يركزوا عليها قبل ما يجوا يشاركوا بهذا الحدث وما منحكي بس عن المحترفين إحنا عم نحكي عن كل الفئات المشاركة الأهم شيء إنه اللاعب يعني ما بزوط يجي هو مش متمرن يعني لازم يكون فيه عن ما يقل عن أربعة وخمسة شهر مدة تجهيزية لهذه الفعالية هلا أنا لو أنصح الناس بشكل عام الشغلات اللي يركزوا عليها أول شي الجري هو عنصر أساسي لازم الواحد يقدر ألمى فيها يركض من نصها على 40 دقيقة متواصل هاي أول خطوة مشان يقدر يشارك بهذه الفعالية تاني إشي يكون عنده مدرب ويكون عنده برامج تدريبي متخصص مشان يدربوا لأيفنت زي هيك مشان هاي الفعاليات هي مش إشي الناس متعودة عليها فالواحد صعب يتدرب لحاله بفضل يكون فيه مدرب أو فيه جيم يكون بفهم بهذه الطبيعة من الرياضات يدربوا لهذه الفعالية طيب إحنا عم نحكي عن عشر سنوات إنت عم بتنظم هاي البطولة شو تغير عليها بالعشر سنين هدول وكيف عم بتطور عليها من نسخة لنسخة؟ هلأ احنا زي ما حكينا كل سنة عم تكون نسخة مختلفة السنوات الماضية كنا نعمل أكتر من اختبار بنفس الإفنت كان يكون فيه ثري تس يعني أو ثلاث اختبارات بنفس اليوم هاي السنة قررنا نعمل اختبار واحد بس يكون طويل كان مدة اختبار تقريبا من ستين إلى سبعين دهية حسب الآثل يساديش خلصوا هذا هو الرينج فكل سنة بنحاول نلاقي افكار جديدة في معنا طبعا أحمد نسور من المنظمين وعندنا آي أس كيك من المشرفة معنا على الماركتينج وعندهم أفكار كيف ممكن نطورها من سنة إلى سنة حلو، يعني هلأ بلشتوا تفكروا بالإفنت بعد السنة الجاي طبعا، بعد تاني يوم هلأ أي تغييرات ممكن انكم تطبقوها؟ بالنفس الإفنت نكتب زينوت شو فيه شغلات ممكن نطورها شو فيه شغلات جديدة ممكن نضيفها فبعد الإفنت بيوم أو يومين نعمل زي ميتنج بهذا الميتنج نكتب فيه نقاط معينة للسنة الجاي وممكن نضيف وعملنا هذا الاشي وفيه أفكار جديدة بس نخليها مفاجئة على الآتلي سعيني حيب، طيب، نسبة مشاركة الإنات بهاي البطولة مقارنة بالذكور أدي هذه السنة كانت نسبة تقريباً 30% للإناث أو 35% والباقي كان ذكور زادت؟ كل سنة عم بتزيد طبعا، كل سنة عم بتزيد بتحس هلأ كمان البنات فايتين بموضوع اللياقة البدنية كتير بطريقة أكتر من قبل فالوعي قاعد عم بزيد بهذا الموضوع بذكر أولاً بلشنا كان موضوع اللاقة البدنية بهذا الشكل كان شيء كتير جديد لسه الناس مش تعود عليه بس خلال الأعوام عم بشوف أنه فيه إقبال كتير أكتر طيب، هل فيه أي توجه لأنكم تكبروا هاي البطولة تبطل على مستوى محلي فقط وإنها تصير تستقطب مشاركين من برى البلد؟ الحمد لله هاي السنة كان فيه عندنا 15 فريق يجوا من بلدان أخرى مثل من فلسطين، فيه ناس يجوا من قطر، فيه عندنا برضو ناس مختربين بالأردن من فرنسا، من من أستراليا كانوا مشاركين بهذا الموضوع فأوردي كل سنة عم بدخل ناس من برى البلد وإن شاء الله يعني إحنا عم استنى هاي السنة نستنى هاي السنة نكبر هاي الإفنت أكتر ونجيب سبونسور بحالة نعملها إفنت ريجينال لكل الريجين طيب، كل رياضة بالأردن للأسف يعني بتواجه العديد من التحديات سواء كانت المادية أو أي أمور أخرى شو بتحس انه انت خلال هاي البطولة تحديات كتير كبيرة من أي جانب من الجوانب أو ناحية من النواحي بتواجهها؟ هلا إحنا نشوف بهذه البطولة منحاول نعطي زي جوائز مالية للعيبين حاول نحسن برضو من مستواهم لما هم يشاركوا بهذه البطولة يطلع لهم زي جائزة وشي فكل سنة عم نحاول نرفع القيمة هاي ومنع عم نحاول برضو ما نعطي بس للا أول ثلاثة نحاول نعطي للتوب فايف أو التوب تين بحيث انه نقدر نحمس الناس أكتر يشاركوا فيعني مرات أو بحس لو هاي السنة صار في عنا سبونسرز أكتر ناس دفعوا جوائز أعلى ممكن هذا إشي يحمس عدد أكبر من الناس يشاركوا بهذه البطولة يعني برضو صعوبات مادية حتى في موضوع لايقب أكون معك صريحة الحمد لله يعني هاي السنة في كثير ناس ساعدونا في كثير ناس دعمونا يعني ما أودر أقول لك كان مشكل كبير بهذا الموضوع بس أنا بحكي إذا بدنا نطورها أكتر أو بدنا نخليها إفنت أكبر لازم نشارك معنا ناس أكتر كشركات جميل طيب أدي منك رسالة للشباب والشابات فيما يتعلق بموضوع اللياقة البدنية وكيف ممكن إنها تصير جزء من حياتهم ومستمر مش متقطع دعم بنصح الناس حتى اللي بيجوا عندي على الجملة ما أدربهم بحكي له هذا استثمار بصحتك الواحد اليوم ممكن بفكر إن الاستثمار هو شغلات مادية بالعكس الصحة وخي نحكي سلامة الواحد وصحته هي أهم إشي بحيات الواحد يمكن الواحد لا سمح الله إذا مرض أو انكسرت إيده وانكسرت إجره بصير يحس بهذا الأشي فاليوم أنت مشان تستثمر بصحتك لازم تواكب على جدول تدريب بمنتظم لازم يكون في عندك يوميا من 30 دقيقة إلى 60 دقيقة تدريب رياضي فبنصح للكل إذا بده يعيش حياة سليمة ويحاول يكون هلثي إنه يحط هذا جزء من حياته اليومية يعني بدي أرجع لنقطة حكيتها إنه أنت كنت بمنتخب الإصباحة شو اللي يخلاك تبعد عن الإصباحة؟ الإصباحة كتير كرياضة بحبها وكتير بآمن فيها إنه هي من أفضل رياضات بالذات للولاد الصغار يعني بتنمي عندهم الجهاز التنفسي والجهاز العضلي وكل إشي بس أنا وأنا بسباح كان عندنا تدريبات لياقة ومدرب لياقة مع الإصباحة وكنت يعني مع الوقت ست أحس حالي إن كثير بعمل أكثر لللاياقة من الإصباحة كنت كثير أحب تدريبات اللياقة يعني بستمتع أنا بسويها أكثر من الإصباحة فبسنتي التوجيهي بتعرف الواحد التوجيهي شوية ببعد عن الإصباحة مشان يدرس فكان معاي كل يوم زي ساعة أتضرب فيها بالبيت ظلتني أعمل تدريبات اللياقة اللي كنا متعودين عليها أيام لإصباحة كنت أفتح على يوتيوب أشوف إيش في شغلات جديدة ممكن أتعلمها من هاي الثانية وخلاص ما أرجعت لإصباحة كملت كل لياقتها باللاياقة حلو مع إنه الإصباحة كمان من الرياضات اللي محتاجة جهد بدني كتير كبير ببعا مش يعني بتحس فيه رياضات كل الرياضة بحاجة لجهد بدني بس كل رياضة مستواها مختلف عن الآخر بس بحس عن جدل إصباحة أنا ما بأصبح ما بعرف أصبح وبخاف حتى من المي مش موضوع قدرة بس المستوى القوة اللي بحاجته بتخيل إنه كتير كبير طبعا طبعا إصباحة من يعني بتعرف هي من أهم الرياضات حتى بالأوليمبيكس وإشي مشانها يعني رياضة متكاملة فيها قوة فيها لياقة فيها كل إشي حيلو يعني متمنى لك التوفيق إن شاء الله بنسختك القادمة بتكون التحدي والبطولة كتير أكبر ومنصير نشوفك بتعمل حتى هذا التحدي بتعمله مش بس بالأردن بتطلع فيه لبرة وبتستقطب جنسيات مختلفة تشارك فيه شاء الله شاء الله شكرا لحضورك معنا عفوا فيك شكرا أهلا